اشتركوا في القناة حتى تمام الساعة 7 و23 دقيقة صباحاً إلا ينتقل بعدها إلى منزلة السماك الأعزل وهي جيدة للصلح والدواء والضرر والتصليح بما أن القمر موجود بالعذراء فالتأثير رح يكون على جميع الأبراج أنه بهاي الفترة منعود لطبيعتنا الجادة ومننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب نقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك واردي أو شاردي دون تفحصها ونجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بالعبدور هام ونشعر أن الناس شحيحون في عطائهم مادياً وعاطفياً وممكن ننتقد أنفسنا ونتوهم أمراض لا وجود لها هاي أفضل فترة للتخلص من عادة سيئة كالتدخين وشرب الكحول وبوسعنا اقتناء حيوان أليف ومطالعة كتاب مفيد والبدء بوظيفة أو عمل جديد أما بالنسبة للزوايا الفلكية فأول زاوية رح تكون زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر والشمس وهاي رح تكون في تمام الساعة وحدة وأربع وأربعين دقيقة صباحاً فمنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساند والدعم من الأصدقاء نتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين نبتون ورح تكون في تمام الساعة تسعة وتسعة وأربعين دقيقة صباحاً تجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون في تمام الساعة سبعة و 11 دقيقة مساءاً منشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبلوتو ورح تكون هاي الزاوية في تمام الساعة سبعة و 51 دقيقة مساءاً بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقاً في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة لآخر زاوية قبل خلوة المسار هي زاوية التربيع سلبية بين القمر والزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة تسعة و 33 دقيقة مساءاً أكثر المتضررين من كان لديه مشكلة أو مشاكل عاطفية إذ يتجه للتنفيذ من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب بعدها بيبدأ خلو المسار خلو المسار طبعاً سلبي بيبدأ في تمام الساعة تسعة و 33 دقيقة مساءاً من مساء يوم الاثنين اللي هو اليوم وحتى اليوم التالي أي يوم الثلاثاء له بكرة أي في تمام ساعة 5 و 41 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيج وهذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقدة أو خطوبة أو زواجة أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة لعمر القمر القمر اليوم الأحدب و 21 يوم في تمام الساعة 8 و 11 دقيقة مساءاً بيصبح 22 يوم نسبة الإضاءة 75% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 19 و 1 مزاجها سعيد بنسبة 90% القمر في العذراء حتى يوم 5 و 1 منتحس بنسبة 15% عطارد في الجدي حتى يوم 8 و 1 منتحس بنسبة 40% الزهرة في القوس حتى يوم 8 و 1 سعيد بنسبة 15% المريخ في الحمل حتى يوم 7 و 1 منتحس بنسبة 75% المشتري في الدلو حتى يوم 13 و 5 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 7 و 3 و 2 و 23 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورب يتراجح حتى يوم 14 و 1 منتحس بنسبة 10% نيبتون في الحوت سعيد بنسبة 15% و بلوتوف الجدي سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بيتراكم في هذا اليوم العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير منه انتبهوا بشكل جيد لصحتكم وحاول إيجاد الحلول وعالج المسائل الطارئة للتوصل إلى اتفاق ابحث عن حليف أو دعم واتجنب الإساءة للأصدقاء و للشركاء وحاذر من التراجع الصحي برج الثور بتظل الرغبة قوية في التقرب من أحبائكم وإيجاد قاسم مشترك بجمعكم بهم بحيطك الفلك بالحيوية والحماسة لمتابعة المساعي و للتواصل مع المحيط وممكن يكون يوم من أفضل أيام الشهر أو فرها حظا إذا استغلتوا بتشعر بالطمأمنينة والراحة خلال هذا اليوم برج الجوزاء بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بتشعر ببعض الحزن والتعب وبتبحث عن ملاذ آمن لا تنتقد أقرب الناس إلك بتلمس توتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة برج السرطان كونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة في السفر داخل المدن لا تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أو جار بيسجل اليوم لقاء مهم أو اتصال مفيد بتجري أبحاث أو مفاوضات ناجحة بتقوم بزيارة أو بتلاحق عمل ملح وضروري خلال هاي الفترة أو الفترة المقبلة يعني برج الأسد خففوا من النفقات قدر المستطاع وابتعدوا عن المشترايات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة اتناقش موضوع مالي لا تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل ولا تبذر أموالك وكون عاقل ومتيقظ قبل التوقيع على العقود حدد أهدافك مرج العذراء بتشعروا بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور وبتكون مميز بأداءك فالفترة واعدة بخبر أو تسوية وانطلاقة لمرحلة جديدة بتطرح أفكار جديدة وبتجتهد على إنجاح مشروع جديد حماسة ووضوح في الأفكار خلال هذا اليوم برج الميزان بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم بسيطر التعب الشديد عليكم وبتفكر في إلغاء الموعيد والابتعاد عن الأضواء احمي نفسك من المحتالين اليوم بتهدأ الوتيرة وبتتراجع الأرباح والحيوية فترى فيها نوع من أنواع الإحباط ومخيبة للأمل برج العقرب بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن نشارك في حفل أو مناسبة سعيدة لا تبقى وحيد بل سارع للمشاركة وإلعب دور بناء في محيطك ومجتمعك تتمتع بحضور لافت وشعبية وواسعة الرؤية واضحة وما بجوز تجنب أخذ قرار خلال هذا اليوم برج القوس بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أهميش أنك ما تجازف بسمعتك أو حتى باستقرار وظيفتك اتجنب التصرف الارتجالي وركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال إلى آخر ونظم أعمالك كي لا يعني عشان شوي هيك ممكن أنك أنت ما تقدر تنجزها بالكامل برج الجدي ابتنشطوا في السفر والاتصالات كونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اندفاعك وحماسك ممكن يتركوا أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة تطمئن خواطرك وبتختفيها وجزك فترة إيجابية جدا أهمش أنك ما تضيع عليك الفرصة برج الدلو اتفحصوا حساب مالي مشترك وخففوا من النفقات صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية كون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي أو التسلط به ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف ولا تهم الملف ولا قضية برج الحوت تتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء بالشركاء سواء في العمل أو في العاطفي كونوا أكثر تفهما لوجهة نظرهم نسق بين مختلف الواجبات حافظ على هدوءك الكامل هذه الفترة فالضغط كبير والأوضاع ممكن شوي تصعب عليك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر